طيب أستاذ محمد في المحور الثاني من هذا البرنامج المتعلق بالموقف المغربي من المعركة من القضية ككل البلغات الرسمية المشاركة في القمة العربية والإسلامية جهود بيت مال القدس البعين الأول وزارة الخارجية كيف تقيم الموقف المغربي الرسمي طبعا بالأساس ومن بعد نتحدث عن الشعبي تجاه القضية الفنسطينية هل كان في المستوى أم كان يمكن فعل أكثر مما كان لا يمكن أن نتحدث عن مغربي اليوم ولا عن مغربي هذه اللحظة عندما نتكلم عن المغرب وفلسطين لا نتكلم على شيء يحدث اليوم أو من سنة 48 إننا نتكلم عن مغربين هو فلسطين وفلسطين هي المغرب نتكلم عن هذا بحكم التاريخ نتكلم عن هذا عندما استنجد صلاح الدين الأيوبي بعقوب المنصور الموحدي باني هذه المدينة هذه العاصمة ومؤسسها من ذلك التاريخ دعني ماك من كتابات التاريخ استجاب يعقوب أبن المستجيب ولكن الحقيقة أن الأسطول المغربي حبس المسيحية في وسط البحر الأبيض المتوسط حتى لا تذهب إلى القدس المغاربة أفواج أفواج تقاطروا على القدس وساهموا في الحرب رجال أبطال يذكرهم التاريخ ويدكرهم حتى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وابن صلاح الدين الأيوبي نفذ تعليمات والده بعد وفاته ونفذ وصيته فاقتطع أرضا من أرض القدس تقع بجانب حاية البوراق وإلى القدس وسمها حي المغاربة هذا التاريخ المغرب نحن هنا في العصر الحديث كيف يمكن لأي كان أن ينكر على المغفور له جلالة المرحوم الحسن الثاني الناصر الأرحمه الله الذي عندما مست الأقصى جمع العالم الإسلامي ولأول مرة في الرباط وكانت إداك أبرز ما خرج منه هو لجنة القدس هل ينسى هذا في تاريخ المغرب هل ننسى في تاريخ المغرب أن المغفور له الحسن الثاني استعرض في شوارع هذه المدينة التجريدات العسكرية التي أرسلت إلى الجولان مثلا بقيادة الجنرال السفري ورحمه الله وكان من أبطالها العلام وغيره من الشهداء الذين يزورهم المغاربة كلما توجهوا إلى الشام هذا هو تاريخ المغرب ماذا عن الحاضر مولي محمد؟ الحاضر لا يمكن إلا أن يكون الحاضر هو تتم وهو تكمل وهو الحبل الواصل بين تاريخ المغرب وبين ما يقعه الآن كثير من الناس لا يفقهون بأن رؤساء الدول كيفما كانوا ملوكا أو رؤساء لهم إكرهاتهم التي تنوء بها الجبال فلهذا شخصيا أنا لا يمكنني أبدا أن نتصور أنه إلا المغرب بقيادة جنرال الملك محمد السليس ستبقى القضية الفلسطينية وتحرير فلسطين ليس فقط القضية الفلسطينية بما نفعله في القدس من الناحية الإنسانية ومن ناحية توطيد الناس في القدس لا تحرير القدس هذا أمل ملك وأمل شعب لأننا نسوي بالقضية الفلسطينية ونسوي بها بالقضية وحدة طرابية فلذا لا يمكن لأحدين أن يزايد على المغاربة مالكا وشعبا فيما يخص القضية الفلسطينية البعض يعني وتعالت الدعوات إلى موضوع إسقاط التطبيع والاتفاق التولاتي بين إسرائيل والمملكة المغربية هل تتوقع أن يتراجع المغرب عن هذا الاتفاق؟ أولا هذه التطبيع هو جاء في لم يأتي فقط من أجل كما يقال تحرير صحراء أو كما يقال نتخذ هذه وسيلة من أجل الاعتراف الأمريكي هذه إحدى الخطوات التي تحاول قوى الشر وقوى الظلام والقوى التي تملك حقيقة تسيير الشعوب وتسيير الدول كما قلت قبل ثلاثة أيام من نورانيين ومن ماصونيين ومن صهاينة ومن الغرب في حكومته التي تصينت في هذه المرة هؤلاء هم الذين يخططون لمثل هذه الأفعال أنا واتق بأنه إذا كانت هناك إكرهات أساسية بالنسبة لجلالة المالك محمد السادس وكانت تقيع لها الاتفاق فإنه لن يكون إلا في صالح المغرب وفي صالح القضية الفلسطينية أما نحن الشعب المغربي الذي يعتبر نفسه خرا فمن حقه أن يعبر عرئه في الموضوع إنه بهذا يعني يمكن للآراء من الفوق ومن القاعدة الشعبية المغربية أن نبقى دائما متحدين فإنه لا يمكن أبدا أن نعالج الخطأ بالخطأ خطأ أنه بكل أساف عندنا جار لا يريد أن يفهم ماذا يراد بالعالم الإسلامي والعربي وخطأ التطبيع مع إسرائيل التطبيع مع إسرائيل هذا شيء لا يجدر بالمغرب ولا بالمغاربة قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب شكرا